مسلسل السيل الشمالي واحد يدخل فصلا جديدا باتهام المستشار الألماني الروسيا بعرقلتها تسليم التوربين الذي تبرر به موسكو خفض امداداتها من الغاز نحو أوروبا إلى 20% من المهم أن أواضح أن هذا التوربين يمكن تسليمه في أي وقت ويمكن استخدمه في أي لحظة لا يوجد شيء يقف في طريق نقله إلى روسيا باستثناء أنه يتعين على المسؤولين في روسيا تأكيد رغبتهم في تسلم التوربين وتوفير المعلومات اللازمة لنقله وقد تم الحصول على جميع الموافقات الأخرى شولتس الذي لم يتوانى في النزول إلى الميدان ومعاينة التوربين في محاولة أخرى للتأكيد على أن تقليص تدفقات الغاز الروسي نحو القارة العجوز غير مبررة بأعطاب فنية لا يوجد أسباب لعدم إجراء هذا التسليم ولإثبات ذلك تمكننا من معاينات التوربين ميدانيا إنه واضح وبسيط التوربين موجود هنا ويمكن تسليمه جهة ما يجب أن تقول إنني بحاجة إليه وسيكون هناك بسرعة كبيرة في تسليمه وبعد ذلك لا يقف هذا في طريق ذخ المزيد من الغاز عبر خط الأنابيب يمكن والوفاء بالتزامة التوريد الخاصة بشركة غاز بروم لعملائها الأوروبيين في أي وقت وبدون قيود جميع الأسباب الفنية المعبر عنها من الجانب الروسي غير مبررة وتفتقد للواقعية موقف برلين التي تواجه أزمة حادة في شح إمدادات الغاز دعمته الشركة المكلفة بصيانة التوربين غير أن سيمانس أقرت بعدسها في تسليم الجهاز إلى روسيا في الوقت الراهن نحن مهتمون للغاية بإعادة التوربين إلى روسيا بدعم من الحكومة الألمانية من وجهة نظرنا جميع المستندات والوثائق الجمهورية جاهزة لكننا بحاجة إلى مشاركة العميل أي شركة غاز بروم لم نستلم وثائق بعد لذلك لا يمكننا شحن هذا التوربين الموجود هنا منذ أكثر من أسبوع بين الاتهامات والاتهامات المضادة تحبس أوروبا أنفاسها على وقع توقف شبه كلي لأكبر شرايين نقل الغاز الروسي نحو قلب القارة العجوز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا نستمدد نوقيا